التقى الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بالفريق اول رحيل شريف رئيس هيئة اركان القوات البرية الباكستانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا واعرب القائد العام عن عمق الروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين الشعبين الشقيقين معربا عن تطلعه ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التكامل والتعاون المشترك بين البلدين لتلبية طموحات وتطلعات كلا الطرفين وكان الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة قد استقبل الفريق اول رحيل شريف رئيس هيئة اركان القوات البرية الباكستانية حيث اجريت له مراس مستقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزرات الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين هذا وبحث الطرفان عددا من ملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري كما تناولت المباحثات تطورات الاوضاع على الساحتين المحلية والاقليمية ونعكساتها على الامن والاستقرار في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة